واعتقد ان التحريف التصريحات ده بيبقى بالنسبة لك انت كمان كمدير كرة للنادي الاهلي بيبقى صعب جدا يعني في فترة برضو فاكر انت من شهر تقريبا انا واني ممكن اقل من شهر لما اتقال ان انت خدت تليفون او جهات ده اسمه كابتن جهات جريش لما انت خدت تليفون وكلمته او يعني انا حشيل انت مجرد وقلتها هنا التصريح ده على فكر قلتو في قناة الاهلي لفاكر مظبوطة الموضوع ده بالنسبة لك برضو بتفكر فيه ازاي ليه بتتاخد دايما انت صرحات سالة عبدالحافيز وبتروح في حتة تانية خالص وعايزين يقفوك ويعملوك ويقفوه ويضغطو ويعمل لا بص اولا بص احنا بنحتلم كل الموظوم طبعا يعني ممكن يبقى بيننا وبين بعض المناقشات في الحق يعني في الحق يعني انت بيني وبينك رولز مسلا يعني حقك وحقه حق النادي ده محدش فرط فيه ابن اش ايه اوكي لانها مش 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 حكتك الشخصية يعني انا ممكن ممكن الناس تاخد عليها حاكتين مسلا اه انا ممكن اكون برة شغل شخصية مختلفة خالص عن جوا الشغل خالص 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 انا بتكلم جد والله مش مهزة يعني ممكن تكون شخصية مختلفة تماما يعني على النطاق الانساني او النطاق اه الشخصي انا حر تمام؟ أسامح إسلام أتجوز عن اللي بيعملوا معايا إسلام يعني أكبر دماغي من إسلام يعني ما ركز سوي مع إسلام دي شخصيتي لكن في الشغل ده مش بتاعتي مش عزبتي هي مش شركتي ده شغل في مسؤولية كبيرة وفي ناس كتيرة جدا ملايين تمام؟ يعني ممكن ما تنامش عشان نتيجة مباراة مثلا أو ما تنامش عشان ترتيب فرقة مثلا تمام؟ فأنت عندك مسؤولية أكبر كتير جدا جدا مما تتخيل فما ينفعش أن أنت مثلا تتجاوز أو أواسف أنت يعني تتنازل في حق هو أصلا مش حقك أنت ده حق النادي فحطة واحد يتحرف تصريح أو واحد يقول لتصريح على مزاجه أو واحد حتى مثلا يعني ممكن يقعد ست سبعة شهور يتكلم عليك ده في ناس ممكن يقعد سبعة أو ثمانة شهور يتكلم عليك وهو ما يستحملش خمستاشر ثاني والله ما بيستحمل خمستاشر ثاني خلص لا هو شخصه ما يستحملش خمستاشر ثاني تمام وبعدين يقعد يتكلم عليك مثلا يبدأ حلقته وينهيها في كلام على شخصك برضو مش ده اللي بيشغلك ولا ده اللي دايقك يعني خلص وبردو هارجأ أقول لك على حاجة يعني أنا من الناس اللي بتزعل من الناس اللي بحبها يعني أنا ممكن أزعل من حد بحبه جدا يعني كان بيني وبينه عشرة كان بيني وبينه عشو ملح كان بيني وبينه صحوبية لأنه يعرفني كويس يعني فيعرف سلوكياتي أو يعرف أخلاقي أو يعرف دماغي لكن لو حد على نطاق الزمالة كده لا ما بزعلش يعني أي أن كان الوضع أي أن كان الوضع هقفل بس الحتة دي شوية أي أن كان الوضع يعني أنت مش عايز أقول ترمي وراء ظهرك لازم تفكر في بكرة بكرة بالنسبة لك هو شغل تمام يعني بكرة بالنسبة لك هو إزاي تحضر له يعني أكبر حاجة بقى ممكن تكون رضي كويس قوي لية وللنادي وكل حاجة مش الكلام هو بس الكلام ده سبب من الأسباب اللي ممكن تنجح لك هي مش كل الأسباب مش هي كل الأسباب بها ده هو الشغل هو لكل الأسباب تمام فأكتر حاجة ممكن تبقى هي الرد الأساسي يعني هو شغلك يعني شغلة شغلا وثائد